مشاهدي شوف تيفي تبارك الله عليكم في هاد البتل مباشر مباشراتان من مدينة بركان اليوم كانت واجدو في اه الواحد الفنان اللي هو ميدو ابن الحبيب اه مدينة بركان اللي غادي ندخلو دبا ندرتشو معه شوية ونطارفو التفاصيل الى المشروع وعلى الجديد ديالوب وعلى مجموعة ديال الامور كما كانتشوفو هادا الصالون بسم الله السيميدو سبارك الله عليك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بكم عندي سخير هاد شي صراحة زوين لخوة ميدو ش صافي الغناء وملا لا لا الغناء عم بو سيب القطعه والغناء شي حاجة اللي كتجري لف الدم هذي حاجة بينه ولكن الانسان يعني رك عارف الفن و هالضومين ديال الفن مش مضمون كما قلت يجب واحد الوقت كي يخصتك تحباس وكي يخصتك وش مشروع اللي كديمة وش حاجة اللي تكون ديما يعني مستقرة ففكرت مديش حاجة جديدة في بركان يصنخ ديبوتي ميكس او مي فان و الحمد لله توفقت في ذلك الشيء و ما مغادله مزيان سميدو احنا كنا اعرفوا بجانا احنا في الجائحة نتع كورونا وش الجائحة نتع كورونا هي اللي خلقت الابنان من الحبيب من انه يفكر المستقر بكل صراحة نقدر نقول لك واحد تمانين في المئة لانه الجائحة حبس تكون شه فنانين لعلى الثهارات ولا حتب فش تلونسي الناس لا هيش مع اللغنى ولا لا هيش مع شي حاجاتك خايفين لا رأسهم كون هار خبر جديد كورونا مش شي اخبار اخرى هلوغ فيعني هناك تعرف انه ممكن في اي لحظات تحتاج انه مشروع اللي يكون دائما مستقر بعيد على الفن ومنطن الفن معه وتاول مانا نتعرف عمين وننتيا علش بالضبط اختارت هالدومين لان حلقة وانت كيف جميل؟ هل اختارت بالضبط هالدومين لان حلقة وتجميل؟ بعيدا الناس اللي كيبغيهو شهر بالدومين والناس اللي كي يهتموه بشعرهم والأشعرهم بالاك owl التي كي لبسوه بالمظهر وبكل شي فقلت عش�� ماذا لي ما ندمر شي حاجاتك تاعجبني? أببالغل هنا واختارت هالدومين ماذا حصلت عليك؟ نعم، نعم، وفي المنظر، كما اقول لي دائما كان قد شارك، كان صبغ شارك كان يعني كان لدي بزاف ميكوب أرتيس الكبار لدي معلومات دير استحياء على هذا الدومين هل هنا مشروع ديالك؟ كيف يبلي هنا مثلاً في حدث لصال ديال مساج؟ نعم، مساج وصفا، كلاسيك وذلك، كيف يكون تخصص فتح هل هذه التخصصات التي تتخصص عليهم؟ هناك تخصصات وشيء ما يكاين عن الناس هو الحلقة الدراري والتخصصات هل هذه هي صبا كلاسيك يجب ان ترى نعم، 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 حسنا محبا بي كما ترى مثلاً هنا يعني، كما ترى صالون الكوافر يجب أن تكون الناس الشمسيس الأماكن المحلة صحية لم أتنسى البراكان والالالتنجة مرحلة يدراني للبركان redes装ة لم أكن من أفراد لا؟ لأنه كان يدراني لطانجة لذلك فيظهر قليلاً يعني يعني معروفين بالحلاقة ولكن هذا هو المحلة هذه الخيارة Depression بالنسبة لأنه أخو يميدوا ومعروفين بالحلاقة بالنسبة لطوريق وحزر الصحي نعم، 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 نعم كما نتعقيم، هذه الأول، يعني درد أن تدخل في المدينة معك، هذه هي ثانية حاجة، وبالنسبة للطفل الذين يتحرك معي، هنا يجب أن نتعقيم معكم، وغيرها، ويجب أن تنفيذ الاركول والرشاشة وثانية رفهمت، سيميدون أنت ذاكي هذه الأولى الأخيرة، لم أفتح الخبير، لأنك توجد شيء جديد، زعي بيها وينيشان هي هالي هالو غانا هالو غانا دابارة شهر مخرج شوالو لخم شهر هكا السابب الجائحة كما نقولوا انه كان نشوف انه الفنان ماشي هالا بغيود اللي يخص فيها الفنان انه يقدر يلونصي فيها هالو غدا الحمد لله دنيا شو اخفافت كان اغني اللي تصورت في باري مع البنج و اسميها غضبانا و اغنية واعرة بزاف سبنا و هاد الشهر هذا ان شاء الله ستخرج و كين ستيلة خرين خليجي شحويج خرين يعني مهم هذا العام ان شاء الله شحويج بزاف ان شاء الله ميدو بسبب انه مخرجت شهر شونصون لاننا في الجائحة و الظروف ميدو لم تفكر انه يستطيع اغنية حسيسية كنت فكرت بكل صراحة ولكن كان الحجر لم يكن في كدر تسوق نصور في الضرع فتلهيت مع الركعار في الموضوع وهذه ما قدرت فكان دازو و فهذه السمرارية تعلم تعدد جائحة و هذه المستقبلات تقدر تكون شيئا ممكن اه ممكن اي حاجة نستطيع ان نفيده بها الناس لصحتهم و التوعية ديالهم بان نرى الرسالة او من اول حاجة اي حاجة نستطيع اغنية اي حاجة نستطيع اغنية و لكن لي ان استطيع احترمت احترمت علي اجراءات صحية و دكشي يعني جاوزار و كريك اختفي و مشاو بغنا نعرف نسل يجاو عندك هنا لانه انت عندك علاقة كبيرة مع المشهورين في الانستقرام ايكزاكتو لا لا نسل محبوب مكدينش بعيب نزل تنبيه و دهنة سيبولك و كلينا سكتهم على خاطئيني بغنا نتنا لكن ليشان صديق الجامع بغيت نعرف الناس اللي جاو عندك اليوم الوغ الناس اللي جاو عندك اليوم هما يعني دراري ديزان في الانستقر في السوشال ميديا نس ديال تيك توك نس اللي معروفين و مهنيين معروفين تاوما انا درت افتتاح و درت افتتاح اللي سيكونوا فيها حنايا و تعرف بركان عندما الدعواء خفيفة كما نقولون و درت افتتاح كورونا خفيفة الحمد لله و درت افتتاح على أساس انه سيأتيونس سيأتيونس قلال فكنتفاجأ انه بركان كامل جاء يعني كان نشوف الناس كبار جايبين اولادهم لدرش مقدرنش نكترولهم و دخل السلطات و الناس المسؤولين هما ما قدرواش يكترولي ودوك الناس كاملين و اضطررت ان ينسد باش يتفرقوا الناس المصلحة لهم لانه صحة الناس اللي يريدون و يأتيون عندنا يعني نسفرحنا بهم فهذا المحبة لانهم يريدون يشوفوا ان يتصوروا مع هذا الشيء لكن الصحة لهم هي اللي اضطررت ان ينسد و تمشى و تفرقوا الناس باش يشوفوا ذاك شفلان تغنيت باش يقوا يجيب تدريجي بشوي بشوي يعني باش منطروا على التشي حاجة لأسباب وقائية باش يشوفوا ذاك المجيئ اللي هم ركيبين غير حب باش يشوفوا ذاك الناس اللي هدراها في محبة بكة يا رب سبحانه سوف نسوولك على بعض الاسدقة يقولك سوف نعطي بعض الاسباء جادة و بركان و كل واحد سوف تعطني عليه اذاك اول اسم ابن بن عمر امين بن عمر امين بن عمر هو خوية اول واحد هو ذاك الانسان طيب جدا إذا كانت تعتمدهوا في الصباح كي يجاوبوا في التلفون كي يقضي لكل مسئلة ديغة تعملوا يعني اللي عمر هو خوية و واحد المستشاري الفني فاش كان بغين ندرشي حاجة مشاور معي عطاننا الرائي جالو و هو ميدو جدا يدرها دي ما لغة إنسان رائي وعزيز على ياو خوية تحية الامين بن عمر هل عادة نعتك تاني اسم مختار بركاني مختار البركاني هو ذاك الانسان اللي كجي شوفه تضحك سوف ترى الضحك بوجه البشوش والصوت الذي تربينا عليه ونحن صغار وعزيز علي هذا الانسان سوف يكون هذا بكل صرح وفنان اسم الوطني ساعد المجرد نعم ساعد المجرد هذا يزعمه بثاف شيء ايدل جالب بكل صرحات ساعد المجرد صوته عجمي لذلك يقول لي صوت قريب لصوته حتى كان لديه بثاف الأغاني دياله لك شي غشتر صوت واح صوته يقول لي بثاف قريب لصوت وبرفو عليك انفتخروا به ميدو بالحبيب متى كان عارفك أنا الناس المتبعين أنا مهتم بالشكل كما يقوله ميدو واحد الوقتك انا نعقل عليك تكون جسمين موهم بذلك الناس ما عارفش بني ميدو عندهم واحد إحساس طرابي ميدو تقلر معك مهم تعرفت بالرأي فبارك الله عليك بذلك ستيل ديالك وعندما اسمه ديالك كما نقوله نعم من الناس اللي خدموا برنقيتون معتوا واحد دجا متى وصعب الصامد عاكيف اللي كان حييه ينسوي الخوية الصامد عاكيف والأحسن موزين بالرأي 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 والأخلاق والأسفن طبعا لماذا يدوم لا يفكر انه يبدل بالرأي هذا السؤال عجبني انا بدأت بالخليجي والطرابي كما يعرفون شاركت ستار اكاديمي عرب ايدل برامج للمواهب لكي تطلبوا الصوت كثيرا قررت انه نشانجي فجاءت الموجة ديالرأي بحكم انه صوتي قوي وطرابي ممكن ان نغني اي حاجة اللي تربع للطراب ستجيب له الرب سيغنيه فهي قالوا عنده صوت يقدر يغني كل شي قالوا انا اغنيت الراي اجب الناس الراي قد تستطيع ان نتبع في الراي مدابا بقي لي اغني خلال ديال الراي وغن نغيير استيل لانه كان اغني خليجيين وتعاون كبير مع الشركة خليجية في دوبي ان شاء الله عم قريب وثنو مفاجأات مع ذلك الشركة على ذلك البارمي ستجيب المواحي بي الله أخبر كان عرفوك فكرة رائجة في المغرب من هؤلاء الكثير من السنانات اللي المعرفين في المغرب ان شاء الله شاركوا منهم قد تكون لك بها الاسماء كان رضوان اسمار كان لبيع السيدي كان لبيع السيدي كان لبيع السيدي كان لديهم معرفين عني في الساحة كان لديهم حليمة حليمة كانت تدازت معها حتي مع ممور وعنعقل أنا حليمة كانت معي ستار أكاديمي لا وشتاقل عنده هذه الفكرة انه يمشي لبرامج عربي لأنه انتصر عربية ضد داكو أنا مع هذه الفكرة وضد هذه الفكرة أنا معها أنا معها لأنه بكل صراحة البرامج اللي هوت في العالم العربي كي يعطيك شهرة اللي هي سريعة اللي ممكن تقل 16 سنين ما تدرجك الشهرة اللي ستقلها في تخوامون وفي ذلك البرنامج هذه أول حاجة وضد هو ذلك اللي كيمشو ما يقبلوش ويرجع وقلوا لا ما قبلونيش ما نغنيش ما غادش ندير وقعت واحد لكا هذا الكاوكا ما عرفتش وقعت واحد لكا وقعت واحد لكا وقعت من ذلك وانه نظوم تمام وانه نظوم وانه نظوم صراحة يعني النهار اللي هو وانه نظوم وانه نظوم فهمت وصلني هذا انا بالنسبة لي انا مشيت البرامج الان بي سي كاملين وكن نعرف شنو كين في البرامج عب يلسوا هادو رح كين هاد الحواج هادو ولكن الانسان مخصوش يضعف إذا كان لديك احد الحلب دابا شوف تافق وانه نمشو عندها تلقى زحنة دابا را دابا قريب انت سهلت لنا الموضوع وانه نمشو دول طويلة باش نمشو لا يمكن انا بالنسبة لي ماشي دا قلت اللخصني معارف اللخصني هذه لا مكان هادو بدير واحد الهدف براسك راح غتوصلها هتوصله كينما كان في الفن ولا مجال آخر هانا راح انا نجعلك تنصار نحنا كنعرفوا البركان يعني الناس كما نقول انا انا بيين وطاهم دواقين وطاهم انهم انا بحل كذا وحل بالنسبة للأتمينة بالنسبة للأتمينة هذا هو الناس يخاف به يعني هو أنه يخاف أنه صار وان يرى كثيرا كما تقول لك الناس سيكونوا طالعين نهائيا يمكنهم أن يدخلوا إلى باش أستغرام دينا ويشوفوا الناس يعني جد مناسبين ويستطيع أن نقول قل من الصالون ويشوفوا الناس يعني قل ستحسن هنا هذا هو أول شيء ستعرفها يعني سيكون نغمال بحل كل شيء ومرحبة بكل شيء سي ميدو سيكون سيكون ميدو سيكون ميدو ومستقبلا وميدو كيف تفكر يجب المشاريع بأخرى كما نقول نحن نتحية نحن نتحك أي واحد صديقا لي هذا كذلك صديقا لي سيكون رياض الأول توقف وماذا نريد ما من إتجاه لي Landya نحن نقري وأحياني ثانية أقل أحياني يجعني المشاريع ويجعني بيشيء أي شيء في المشيء يجعني في الأدب يجعني بأخرى والله يسهل يجعني أخرى نزرحي منذ ما نغنيه لهم؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا بزاف لكم وشكرا على الحضور ديالكم أخير كلمة شوف تيفي أحلى ناس شوف تيفي وشكرا حجاج جيتول وفرح شوبينا ومخصي بزاف وتابعوا جميع الأخبار ديالي شكرا شوف تيفي شكرا لكم شكرا لكم